مرحبا بالنس الكل. وكأنه اليوم حنا بعد مجبري بشي لعب اخر مقابلة ليه في حياته. ما عاش بشي لعب كورة القدم. الكلم. الحس. الاحديث. الصحف تحكي. الناس كل تحكي. وانت تلفظ تلقى حنا بعد يلعب مقابلة مسيرية كأنه اليوم قاعد يلعب في نهاية متاعت شامبيانز ليج. معنا نستنيه في استحقاق مهم. ونستنيه في المليابي بشي يبرز بشي مركي هدف. بشي هزت شامبيانز ليج. بشي توقعت في تاريخه بشي نقضه نحكيه عليها. وهي في الحكاية الكل انه مقابلة ينجم يكون موجود فيها وينجم يلعب فيها كما ينجم ما يلعب بالجمل. وفي الاخر ينتقل على سبيل الاعارة وإلا يخرج من فريق مشيستر يونيتد. الساعة خلينا نكون واضحين ونحيو صورة الانتماء ونحكيو باللوجيك والمنطق. اليوم تنهاج اذا كان حاجتو بحنا بعد مجبري يصدقوني بشي لعب. وصدقوني ما يلعبوا رغما عني وعنكم وعن الناس الكل رو بشي لعب. كتشوف ملعبية صغار قاعدين يكورو كيما بيدري كيما غافي. ملعبية معنى صغار بالعمر تحب ولا تكره قاعدين يلعبوا مفهمين شكل لغة والله الملعب هذه بشي لعبوه والله وقت اللي يخرج للملعب الفل تاني. وإلا نستنيه ولملعب الفلين يبشي نجم يخرج بشي اللعب وفولين. جوارة وقت اللي يبديو حاجتهم به والمدرب يكون مقتنع به. حتى يبدأ عمره اثنين يلعبه. حتى يبدأ ما ينجمش يجري يلعبه. حتى يبدأ ما عنده ما يقدم وسفر اضافة يلعبه. وهذه يجريسة شنوه? انه المدرب مقتنع به ويحب يلعب في الفريق متاعه. وعنده بروجيت بالنسبة له. حلنا بعل مجبري من ناس قريبة من حلنا بعل وخلينا نقوله من ناس مقربين. من حلنا بعل مجبري اليوم معني حتى جوار كانت لب منهم. قال هم سايبوني خليني نخرج على روحي خاطروا عارف مع شني بشي نقولكم المدرب تين هاك ما هوش بشي نجم يكور معاه. كان حاجتوا بشي لعبوا ولا ولاعبوا من قبل. وقت اللي تشوفوا في المقابلات الاخر هنية ومرة مش موجود ومرة يعيط له ومرة يلعب مع اقل من واحدة عشرين سنيه. معناه تحس اللي اصلا معناها المليعبي ما هوش مرتاح. اليوم يضاي عليه فرصة تاريخية. والذكروني في الكلمة هذية اللي هي فرصة تاريخية. وقت اللي تتعاقد مع فريق كما دورتموند ري تعتبر حاجة مهمة في مسيرة حنا بعل مجبري. خاصة الفريق هذا تلعب فيه من غير ذغط. الفريق هذا رك تتقلق فيه وتبدع وتبرز وتولي مليعبي كبير من غير ذغط ومن غير حتى كليم ومن غير حتى حس ت كان قيمة صفقة متاحنا بعض المجبري ماللي كانت تسوي خمستناش مليون اورو ينتقل الى نيندي كبير بقيمة ثمانين تسعين مليون اورو. وقت اللي نشوفوا كان ع purpose في دورتموند وعمل مقابلات مش عادية وخرج معناها مشي للبيرن وقت اللي نشوفه هالاند وقت اللي نشوفه ماركو ريس اللي ما اخرجش قاعد يلعب وقت اللي نشوفه قوتس او المطلع في وقت من اللوقات معناها كان من ابرز واحسن ملابئة اللي موجودين وانتقل للبيرن معناها من الأخير رو فريق تنجم تتطور فيه وتنجم تبرز فيه. حنا بعد ادي عليه الفرصة هذية. فما اكسوحيا انت عراس من المدرب مرة يقول لك حاشتي به مرة يقول لك ما حاشتيش به. لدارة ما تحبش تخرجه. وكي ما قلنا معناها يا راي مشكلة الكونترا هي اكبر عائق. معناها بالوجيك بالمنطق. نمليع بيوفو الكونترا انتاعه العام جيت انت تسلفوا يعارشني بشي عمل. معناها هو دي جاب بعد ستة شهور بشي بدأ عنده الاحقية انه بشي عمل بري كونترا مع اي فريق. لهنين ان شاء الله تو نشوفو في المقابلة انتعود وكان نزل الحنبال. وإلى لعب في المقابلة هذية. ونختم ونقول مرة اخرى راي ما هيش نهاية العالم. ما هيش مقابلة مسيرية. ما هيش مقابلة منعرشنا من كوكب اخر ولازم يأكد فيها. يو دي مقابلة عادية تلعب بالي. تعرف اذا كان قدمت الاضافة وقعت في فريق ماشستر يونيتل توتقعد اذا كان اخرجت توتخرج على روحك وانا من رأي انه ديما لملاعبي يخمم بشي لعب اكتر عدد ممكن. من الوقت خير من انك تخمم بشي تقعد في فريق اسمه ماشستر يونيتل في الاخر تلقى روحك معنا في سيزون كاملة لعب ماتش وإلا زوز ماتش وات. نتعديه الموضوع اخر. الهن يخص دراجر اللي ينتقل للنيدي بازل. لكن قبل هذا نحب نحكي على ملاعبي. ملاعبي تونسي كان ننتقل للترجلة تونسي. ولي كنت تتحدثت عليه عند ينهارين. معناير اليوم الجامعة كنت صح مع الترجلة تونسي. بتاريخ خمسة وعشرين اوض صح في الترجلة تونسي. لكني تكلمت عليه. عندي انهارين في تلت وعشرين اوض كنت احدثت عليه في حلقة خاصة وحكيت على انتداب الى ترجلة تونسي. فما شكون اللي مشايف الموضوع فما شكون اللي يجبت الحكاية هذية. لكن هذا الدليل عن مصداقية متاعنا. وعا انتقاءنا معناها من المصادر متاعنا بش نجمه نعطيه المعلومة للمتابع. مالاخر متنجمش تحكي على مليعبي معناه يكون بعيد جملة وما تخممش فيه برا بور انك تحكي على مليعبي وقت اللي ناس ما تحكيش عليه ووقت اللي الاعلام في حد ذاته ومعناه ما يحكيش عليه. ونتحطوا عليه بداية ونقولوا وراء انه بش صح في الترجل الذي تنصي بعض نهارين يتم معناه الاعلان الرسمي على الصفقة هذية واكيد رأوا المليعبي الكوارجي وعنده كل الامكانيات والمؤهلات بش يكون في الترجل الذي تنصي معناه كما نعرفوا اللي المليعبي كان قريب برشة من تمثيل منتخب الوطني التونسي في المونديال معناه انا شخصيا تبعته واكدت على المليعبي هذية كنت نتمنيه يكون موجود لكن مرة هذي فرصة للترجل الذي تنصي فرصة زادة كيف كيف المليعبي بش نشوفوه عن قرب بش نشوفوه مش كما يلعب في بوتور التونس مش كما يلعب معناه في الليك دو ولا في الليك درواء يكون في اوروبا ان شاء الله حظ موافق له مع الترجل الذي تنصي وهذا روما يرجع كان بالفيدة على المنتخب الوطني التونسي لو يكون مليعبي معناه اكثر منه وبون المليعبي يلعب في بروفيل متاع ايلي قوش اكثر منه ايلي درواء وشوية يلعب بفونسونتر ان شاء الله يقدم الاضافة وتنرجو نحكيه عليه في قدم لاي متر ننتقل ورده في الموضوع متاني ونحكيه على اللي صح معناه نادي بازل اللي لعب في الدوري المؤتمرات معناه تعتبر حاجة ايجابية المليعبي معناه كانوا مع نادي نوتينجهام فوريست اللي ما جددش للكونترامت على المليعبي معناه تقريبا قضى عامين في سويسرا في شكل اعارة معناه يخرج من نادي الانجليزي وما قدم حتى شيء معناه صراحة اذا كمش نحكيه على المليعبي شفنا عنده برشة اخطاء خاصة في التمركز خاصة في كان يطلع برشة كان معناها من خلال انه بش يرجع ويتمركز في بلاستو ويكون يغطي بلاستو خطر ديما نحكيه على الاريير بصير طولة هنا نحكيه على الاريير درواء كما في الكام تيانا نحكيه على اول رول ليك انك تحافظ على بلاستك ومبعد انك بش تقدم الاضافة وبش تطلع القدام وبش تعمل يزين دوي وبش تمنع لشان تستغل المساحات وتطلب في ظهر الاريير معناه اللي مقابلك لهني رأي هذي تعتبر حاجة معناها بلوس من المليعبي انك زدت بلوس انك كنت معناها عندك خصال فنية كبيرة بش نجم تقدمها على المستوى الهجومي الهني بش نشوفه المليعبي ايو اللي مليعبي متى كامل الرول دوفنسيف او الحاجة كما قلنا الرول اوفنسيف هي الحاجة التكملية واللي تكون تفرق ما بين مليعبي ومليعبي خاطر اي مليعبي معناها دوميته يكون اريير درواء ينجم يلعب لك في البوست هذيك لكن وقت اللي نحكيه على اريير درواء ممتاز وقت اللي نحكيه على اريير درواء قاعد يقدم في الاضافة وقت اللي يطلع وقت اللي يعمل بلوس القديم وقت اللي يشوفه خاصة في الهيسونتر واهم حاجة لهني زدت كيف كيف في المليعبي هي الكاريت دو السونتراج خاطر فهمها مليعبية وقت اللي يجيه هالسونتراج معناه يشوف حتى صاحب هون يكون موجود يشوف معناه يكون موجود في البكمية بوتوش كون موجود في ويضرب الكورة وكيكا اجي منها الاهداف مش انه ويخرج على الكوروار وطايش طايش وسطح سطح سوية جيت عن صاحب وسوية من عرش جيت في القول سوية مركات مباشرة معناه ما كانش تصورها باش تدخل الشبكة يلقاها في الشبكة معناه هذي اهم الخيصال اللي حكينا عليها بالنسبة لدراجل كيما قلنا معناه العقد متاعه وثلاثة السنوات مع ندي بازل ان شاء الله يقدم الاضافة ان شاء الله خاصة تاني يزيد يخدم على روحه ويخدم على معناها كل جور يعرف لي بوان فورم تاعه ويعرف لي بوان في بالامتاعه لي بوان في بالامتاع ويحاول يحسنهم لي بوان فورم تاعه ويحاول يستغلهم في المات شويت باش يقدم معناها احسن المقابلات بالنسبة لي سوية باش يكمل في فريقه وإلا مع المنتخب الوطني تونسي حكينا على ثلاثة مواضيع معناه كيما قلنا بيلل السياح اللي حكينا زادة كيف كيف على دراجل وحنا بع المجبري اللي نتمنيوله حظ موافق مغسيبوكو على المشاهداتيكم الساحة هنتلقاه في مواد جديد